تحتفل القوات البحرية اليوم بعيدها السابع والخمسين الذي يوافق يوم الحادي والعشرين من أكتوبر من عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات الذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية وفي كلمته بالمناسبة أشار قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوى إلى الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية تطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية بامتلاكها أحدث الوحدات البحرية من مختلف الترازات عالم مليء بالتحديات البحرية نرى فيه القوات البحرية المصرية رمزة للشجاعة والإقدام فهي الدروع التي تتحدى الأموال وتحمي سواحل الوطن بكل قوة وتبات فهم رجال البحرية المصرية رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه تحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها السابع والخمسين والذي يوافق ذكره يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام الف وتسعمائة وسبعة وستين ذكر إغراق المدمر إيلات والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية حيث أكد الفريق أشرف إبراهيم عطوى قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي والذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية بمناسبة لاحتفال بعيد القوات البحرية تحتفل قواتنا البحرية اليوم بعيدها السابع والخمسين والذي يوافق ذكرى يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام الف تسعمائة سبعة وستين ذلك اليوم الخالد في تاريخ قواتنا البحرية الباسلة حيث قامت بإطلاق أول صاروخ بحري على مستوى العالم وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات إنما حققته قواتنا البحرية في ذلك اليوم المجيد لا يختزل في نصر تم تحقيق خلال معركة بحرية بل هو يوم استعادة الثقة للجند المصري والدليل على أن رجال قواتنا البحرية ما زالوا قادرين على تنفيذ مهمهم وحماية حدودنا البحرية كما أشار إلى الدعم الذي تليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحطية وتحديث القدرات القتالية قواتنا البحرية منذ إنشائها تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والنجاحات ولعل ما مرت به من مراحل التطوير خلال العشر السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة هي أحد تلك النجاحات التي اجتملت على تطوير القواعد البحرية بما يلبي مطالب قواتنا البحرية لتكون قادرة على تنفيذ مهمها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصرحي عمليات البحرين المتوسط والأحمر بشكل متزن وفعال واختتم قائد القوات البحرية كلمتا بتقديم التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات البحرية بعيدهم المجيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة